السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تلتفث لتفسيرات وآراء الناس في الحياة ديالك وفي الأعمال ديالك وفي تفاصيل الحياة اليومية ديالك لأن أكثر ما يمكن يديروه هو يبدو الآراء ديالهم سواء بالدم بالدم أو بالمدح والشكر الآراء القبيحة ديالناس إلا طلقت إلى ودنيك غدا تعدوك وما عنده بش غدا تفيدك بل بالعكس أنه ستزعزع لك الثيقة في نفسك وغدا تزرع فيك الخوف وأحيانا تزرع فيك الغضاب فإلا فقدت الثيقة في نفسك فهذا أمر مشيف الصالح ديالك وإلا خفتي وتزرع فيك الخوف والتي تأثر بالآراء ديالهم والتفسيرات ديالهم خصوصا للقبيحة فهنا غدا تضيعوا حد المجهود كبير وغتفقد أهم حاجة في حياتك وهو أنك غتولي عيش ليهم معي وضع أنك تعيش لي الله وتعيش مع الله عز وجل وهذا هو الأهم في حياتك وتعيش ليهم هما وهذا أمر قبيح وغير مقبول فعيش حياتك كما بغيتي حمي وحصن التفاصيل ديالحياتك بالسر والكتمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السعين وعلى قضاء حوائجكم بالسر والكتمان لا تلتفت ما تلفتش عيش كما بغيتين يعني ما تطلقش ودنيك السموم الناس وما تطلقش ودنيك الآراء الناس لأن أكثر 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 شيء يقدر يجهدك هو أنك توليد تلفتش الناس واتخذ بالأراء ديالهم واتخذ بالأحكام ديالهم عليك وغالبية الناس والعياد بالله يعني فيهم نصيب من الحساد وفيهم نصيب من القبح ونصيب من النواية الفاسدة هذا مش تشاؤم ولا تشكيك في الناس وإنما هذا واقع معاش حاول تعيش مع الله عز وجل حاول تعيش مع نفسك حاول تعيش كما بغيتين وتعيش على أهم شيء أهم شيء هو أنك تعيش حياة خالصة لوجه الله عز وجل إن كنت مصيف حياتك فغادي تزيد إن شاء الله رحمه الرحيم وتزيد طور حياتك إذا كنت مخطئ فتتعلم الخطأ ديالك واللي يبغي لك الخير فغادي يجي وجهك ونصحك بالتي هي أحسن ويقومك بش يوقف وتزيد الأمام واللي ما غادي يبغي لك الخير غادي يبقى دائما يتربص بك ودائما يقلب على الهفاوة ديالك ودائما يقلب على جميع الطرق باش يفسد عليك المصارد ديالحياتك وهذا أمر يعني أنت ما محتاجوش وبتالي أهم شيء باش تجنبوا وباش ما تطحش في الفخ دياله هو أنك تسد ودنيك ما تصمتش ما تهتمش ما تلتافتش لهم وأهم شيء هو أنك ما تسمحش لهم أنهم يولفوا يبديوا الأراء ديالهم فيك خد ثقة في نفسك خد ثقة في الله عز وجل قبل كل شيء والسعن بالله ثم الصمر ولا تلتفت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته